حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن صناني بن سلمة عن ابن عباس ان ذو ابن ابا قبيس تحدثه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالبدن فيقول ان عطيبا منها شيء فخشية عليه فانحرها وغمسنا عليها في دامها واضرب صفحتها ولا تأكل منها انت ولا احد من رفقتك حثنا عبد الرزاق اخبران معمر عن قتادة عن صناني بن سلمة عن ابن عباس ان ذو ابا اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثا معه ببدانتين وامره ان عرض لهما شيء او عطبة ان ينحرهما ثم يغمسني عليهما في دمائهما ثم يضرب بنعلي كل واحدة صفحتها ويخليهما للناس ولا يأكل منها هو ولا احد من اصحابه قال عبد الرزاق وكان يقول مرسل يعني معمرا عن قتادته ثم كتبته له من كتاب سعيد فاعطيته فنظر فقرأه فقال نعم ولكني اهاب اذا لم انظر في الكتاب اشتركوا في القناة